خلاص خلص توقف الدولي وفاضل بس تامن جوالات على نهاية الموسم الحسم حسم للدوري والصراع الابطال وحسم كمان لمركزك في الميني ليج وفرصة اخيرة عشان تجمع نقطك في الفانتسي ازا يا شباب واهلا بيكو في حلقة جديدة من حطها في الجوليا ديها والكلام عن فانتسي البريمي ليج والاسبوع 31 انتهى اخر توقف دولي في الموسم قدامنا 8 جوالات هيتلعبوا ورا بعض ما بين البلينكات والضابلات ومطشط الكاس فرصة اخيرة عشان تجيب نقط فرصة اخيرة عشان تستعمل الاتشبات اللي لسه فضلة معاك وتعالى كده على طول ندخل في الحلقة والفقرة الاولى والمراجعة النهائية واهم النصايح قبل الجول اللي جاي اول حاجة هم ثنائي ليفر بول فلينت اليكزاندر ارنولد وامت حمد صلاح وطبعا لو انت جايب سادي وماني ارنولد اتعرض لاصابه مقابل التوقف الدولي والكلام دلوقتي عن ان هو ممكن يقيب ماتش واتفورد محمد صلاح وصد يومانيال اتنين اتنائيقوا راجعين من تصفيق كاس العالم في كلام او فيه يعني احتمالات بتقول ان هم ممكن الاتنين يكونوا مريحين في ماتش واتفورد او واحد منهم على الاقل والسؤال هنا والاهم انا دلوقتي لو عندي ارنولد وعندي صلاح اعمل ايه في الاتنين دول هل ابيعهم وارجعهم بعد ماش سيتي مسلا اكون استفدت بالجولتين دول بالعيبة تانية واقدر ارجعهم بعد كده خلني اقول لك ان انت بالذات لو انت ما عندكش والد كارد فبيع ارنولد ممكن اقول ان لا بتخير لك ارنولد وتحط مكان روبرتسون الاتنين قريبين من بعضة في السعر الاتنين بيلعبوا في ليفر بول والاتنين بكات وروبرتسون يقدر يغطي لك نفس النقط دي بس هيفضل بعد كده قدام في وجود بقى الماتشات اللي هي فيها دبلات في الجولة الى الثلاثة وتلاتين وستة وتلاتين وغيرها هيكون عندك مشكلة صغيرة في حد لنت ترجعها بتغيير زيادة الامر نفسه انطمق على صلاح مع عب جريد اعلى ممكن تروح بيت صلاح لحد مسلا زي لويز دياز راجل اه برضو هيبقى لعب تصفات في امريكا الجنوبية وفيه كلام رايح جاي بس في رأي ان انت لو عندك صلاح استنى لحد اللحظة الاخيرة لان نيفربول هيلعب اول ماتش في الجولة اقصاد واتفورد وممكن تظهر لك تسريبات او حاجة تقول لك تعمل ايه في القصة دي انا شخصيا بعت صلاح ما قبل الجولة تلاتين وعندي ارنود في الفريق مش هتخلى عن ارنود هسيبه على الدكة كفاء عليه اوي تغيير صلاح اللي انا هعمله ما بعد كده وهخلي ارنود على الدكة واستبله بحد تاني نلعب بروبرتسن نلعب بكانسلو نلعب بجيمس ايه حد من دول بس هسيب ارنود زي ما هو عشان كفاية ان انا بعت صلاحة الحاجة التانية هي مين اكتر لعيبة عندها في اللي جاي واللي جاي كلام ده كله هيفيدك لو انت بتلعب والد كارد دلوقتي او ما تلعبش والد كارد وبتخطط للجاي اكتر لعيبة عندها في الجارات اللي جاية هو بيرنلي وابرتون ولستر سيتي عندهم حداشر ماتش اي فرق عادية تلعب تمانية Spiritual Palace, Liverpool rijven, Manchester City, Manchester United. Newcastle,�wich, Southamton, Totanham واتفورد عندهم تسع ماتشوط. يعني عندك تلت فرقة متأجل لها طلب ماتشوط وفرقتين متأجلون ماتشين وفرقة كتيرة قوي متأجل لها ماتش واحد. عندنا ضابل في الجولة واحد وتلاتين هيلعب بيرنليو ايفرتون عندنا ضابل كبير في الجولة تلاتة وتلاتين ضابل كبير تاني في الجولة ستة وتلاتينرو تبقى عادت بضابل ماتش او ماتشين كلها في الجولة اربعة وخمسة وسبعة وتلاتين. افكر ازاي لو اقار ل والدكارد او اعمل ايه? انا في رقيقة ان في رأيتك لو وصل دلوقتي بشكل كويس وانت معاك لسه ممكن تتأل على من الجولة اربعة وثلاثين كمان. تمشي في رأيتك الجولتين الجايين عادي. في الجولة التلاتة وثلاثين تلعب في ال Tambor 34 تلعب لوالدكارد وتقدر تكمل بيه اخر اربعة او خمس جولات. وكمان هيفيدك عشان تلعب في الجولة لل لو في قدك ما تسمحش عادي جدا تلعب الوالد كار دلوقتي وتأمن نفسك على الجوالات اللي جاية بس هيكون عندك مشكلة ان المتشاة الجوالي ستة وتلاتين مش هتبقى محددة بشكل نهائي وين كان في عشر فرق متوقع لعبه وبالتالي فبعندك قريدي عدد كويس من اللعيبة اللي بتلعب اكبر واهم حاجة بتحتاج تبص عليها في اخر تمن جوالات دي هي الدوافع مين الفرق اللي عندها دوافع من الموسم ومين اللعيبة اللي عندها دوافع فردية من الموسم عشان دور غالبا بيطلع عملوا حاجات اكستريم في نهاية الدوري بيتنفسه على الدوري الانجليزي الفرق ما بينهم مقطع وفي مواجهة مباشرة ما بينهم في ملعب الاتحاد لو هتسألني لعيبة لفربولو والسيتي ما بين الدوري ودور الابطال مؤكد ان هيكون في روتيشن بس برضو مؤكد ان الروتيشن مش هيكون بنفس القوة والكثافة دي في لعيبة اللي هي الاتقل في الفرقة او اللعيبة اللي الغناء انا في الفرقة اعتقد انها مش هتريح الا لو في حاجة مضمونة الليفربول بلاعب واطفورد فماشي ممكن حد يريح لصلاح زيماني لويس دياس حتى نفسه ممكن تلاقيه مريح ولسه راجع من مطش صعب في تصفيات كسر عجل لكن اللعيبة اللي مسلا زي روبرتسون روبرتسون لسه كان في معسكر اسكوتلندا وانسحب منه وبعد كده رجل يرجع سليم عادي فيكون موجود لامر نفسه انطبق على لعيب برضو منشستر سيتي وان كان دايب اعلى في سيتي لو هتسألنا انا على اللعيبة اللي ممكن تجيبها من الليفربول ومن السيتي هنتكلم في القصة لي باستفادة اكتر قدام عن كل الفرق بس خلينا ماشيين الاول في دوافع الفرق نفسها عركز السعود لدوري ابطال اوروبا عندك توتنام ومنشستر يونيتد وارسنال ثلاثة بنفسه على السعود لدوري ابطال اوروبا والثلاثة خرجوا من البطولات الاوروبية وبالتالي ففرصتهم مقبولة جدا لان هم يكونوا موجودين ويكونوا كل اسموه او ماتش واحد وبالتالي تقدر تعتمد على اللعيبة بتاعتهم سقول لي فين تشيلسي قال لك تشيلسي في المنكس التالت اللي هو هيلنفس على الدوري ولا هو هيلنفس على الطفل وبلع في دور ابطال اوروبا هلندي معنا احنا نسيبه نتجاه للتشيلسي لأ خالص تشيلسي عنده ماتشات سهلة جدا لحد اخر الدوري على تخيب ماتشة او اتنين بس هم اللي صعبين ممكن يكونوا اه على تشيلسي ولكن خلي بالك من حتة ان هيكون فيه فدور دايما على اللعيب الاكثر ضمانة انه هيكون موجود في التشكيل بنعلمة للنسبة لي هو اكبر مصدر نقف مسلا بس انا قلع منه بنواد على الدكة اللي هو ما عنده ماتش في الابطال في لعب روديجر اكتر فممكن يكون روديجر اكثر ضمانة حد زيت شالوبا مسلا يكون اكتر ضمانة فخلي بالك دايما انت بتختار في اللعيبة اللي هيكون اقل عرضة لروتيشان انا في رأيي ان اللعيبة كتيرة في تشيلسي هتكون معرضة للروتيشان ونغلوا ماتشاتها السهلة فاغلاء الماتش السهلة خليك تروح تجيب لعيبة بس خليك دايما عندك قلق من كمان بتاعة تشيلسي ينطلق شوية على فرقتين تانيين واستهام واستهام بنفس على الدور الاوروبي هو في دور التمانية دلوقتي بيلاعب ليون والاستهام بينافس على دور المؤتمر الاوروبي الاستهام يمكن عنده شوية دافع انه هيفضل مكمل ينافس عشان يكون موجود في مقعد اوروبي السنة اللي جاية لو مش دور الابطال يكون الدور الاوروبي ولكن في ناحية في الفريق في المركز اللي اتمناشر اصلا ودور المؤتمر هو فرشته الاخيرة عشان يكون موجود في الطولة اوروبية السنة الجاية ده معناه ايه ده معنى يعني انا عارف ان الناس مش لسبوت عليها بشكل كبير مع ان جربوا يوم وصابوا بقى الفرقة مش في مستواها ودفاعهم كمان ضعيف لكن في مع تلاب ماتشات زيادة متأجلة اعتقد ان انت اه العين هتبقى عليها وتبدأ الناس دايما تحاول تفكر في لعبة ده فلو انا هفكر في لعبة من لستر سيتي يازم نخلي بالين من الحتة دي وهنتكلم عنها اكتر قدام على الهدف صلاح متربع على عرش الهدفين بيجد عنه بشوية هاريكين ومانيه وتجوتا فدول ممكن لعيب يكون لي هدف بالزاك في رأي هاريكين اللي عنده ارقام بيكسرها ومنافسة عالتوفور مع توتنهم فهاريكين في رأيي هو تاني اهم لعب في اللعبة دي كلها في التمن اسابيع اللي جايين بعد صلاح على الاسست بيتنافس روبرتسون وارنولد ومحمد صلاح سولاتي ليفردبول هما الاعلى صناعة للأهداف والريدي انت عندك اتنين منهم على الاقل في الصراع للهبوط بيبرز شوية فرقة كده صعبة او الحقيقة برنلي واتفورد ايفرتون ليتز يونايتد وبرينتفورد الخمس فينا دول كده عندك برينتفورد ومش ولا مطش مؤجن فانا في رايي مش روح ابص لحد برينتفورد يمكن تخطف ايفانتوني او كريستن ايريكسن في جولة ليتز يونايتد المطشين الجايين قصد ساوسامتن واتفورد فممكن خلي عيني على رافيديا واتفورد بلا هدف لو عندي فوستر هسيبه معي مع عنديش فوستر مش هقرب لحد فيهم برنلي فوض على اعتبار ان هو حاس بيديك سيفز كتير لو عنده اطلب مطشات مؤجلة فهتجيبه وتنساه معانك كمان ماكس والكورني ولكن ده شخص يصاب في كل لقطة عممكن يخرج مصاب منها وهلند الغلابة سابقا نستر في جورست عنا ضابل في الجولة 31 و33 وضابل تاني قدام ايفرتون حالته صعبة جدا الفريق بيعاني دفاعيا وبيعاني هجوميا يمكن ابيكفورد بيتقلق في شوية سيفز على فترات دولا كبير ديزماي لو هتسألني على الخمس فريق دول توتل انا ممكن ابص لمن فيهم هقولك تبص على بوب عشان هو حارس بيقامل سيفز كتيرا تبص على رافيني الجولتين الجايين اي واحد تاني بعد كده هو ريسك في جورست او كورني او لو عايز تلقى حد في كل ده ريسك بزيادة في اندية اللي بيطلق عليها اسم البيتش تيمز او الاندية اللي هي من الاخر مش عايزة حاجة من الدنيا اللي هي لا هي هتصعد ولا هتهبط ولا بتنفس على اوروبا وهي لا هي في اي حاجة هم هنا والفرهامتون برايتون ساوسامتون الاندية تلقى ارقومها بلأ التتراجع وريدي من قبل كده وهتزداد تراجعا وخلاص ما بقيتش عايزة حاجة من الدوري هتقول لي طفين استون فيلا دي فرق فعلا مش عايزة حاجة من الدوري بس مازال لسه عندها حاجة استون فيلا مع جيرارد لسه مدارف في اول سنة رجل بيجرب عشان يوصل لافضل خطة لعب وهم جدا ان يفضل يكسب ويكتسب سخة الجماهية الكلام نفسه بنطبق على باتريك فييرا مع كريست البلس اللي جاي في اول موسم ليه وفي رأيه هو مشروع جيد تماما على كريست البلس اللي احنا كنا عارفينه في السنين اللي فاتت فعنده نفس القصة دي فممكن تبقى عينك عليهم فرايينا شخصيا لو انت وصلت مع فليب كوتينيو للنقطة دي ما تبقىوش لاخلي موسم بص البعيد وهنا فقرة اللعيبة اللي هي للمدى البعيد اللي هلعبت لوقت دلوقتي او لعيبة حتى لنهاية الدوري فيش مدى قصية دلوقتي انت ما بعد التوقف الدولي فمهم او تكون بص على اغلب اللعيبة اللي في كل الفيلم بالنسبة لي في الفيربول ارنود روبرتسون محمد صلاح ام الثلاثي الاساسي واعتقد ان لويس دياز بمستوى ده هيكون موجود وبياخد فترات اعلى ما اعتقدش ان حد يقدر يتخلى عن ارنود ومحمد صلاح حتى لو الجولة دي الجولة لتنين وثلاثين قصة للسيتي ما بعد كده ماكسيما ما هيكونوا لاتنين موجودين لو انت باعتهم التالت ما بين روبرتسون وما بين لويس دياز انا شخصيا افضل روبرتسون بالفورمة بتاعته العالية دي بقدم اشتواب مميزة جدا هو اعلى مدافع اصلا جايب نقط في اللعبة من ساعة اتنين وعشرين ما بدأت القطب التاني المنافس على الدولي منشستر سيتي ولا هو هتقول لي اختار مين من السيتي هختار اتنين مدافعين بصراحة كده كده جاو كانسله مع اغلب الناس واحط عليه تاني امريك لابورت راجل ده سرقة من سرقات الفانسيزي على النقط اللي هو بيجابها طب مش عارف ايه طب فلان ممكن في اخطف 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 واحد او اتنين منهم عادي جدا لكن انا اجيب لعيب واستنى عليه في الوقت القصير اللي اعني في ناية الموسم ده وقعد لقعد عبدك لأ انا مش هستحمل لباشا الكلام ده في تشيلسي كهافرس بقدم فورمة مميزة لو في العشر مش رجين دو اللعب سبعة او تمانية هيديك الموقات كويسة فكهافرس حتى لو هو في نسبة ريسك روتيشن انا هاروح معا ما بين جيمس وروديجر وروديجر هو الاكثر ضمانة للعب وانكم فيش حاجة مطبونا اوي يعني في اللعبة دي بس هو الاكثر ضمانة حتى الان ريت جيمس اكتر عنده فرصة ان هو يكون منفجر في جوالات ولكنه عنده ريسك روتيشن معا كمان ان هو اصابه دايما بتتكرر فا اعتقد ان هو يكون عايز يحافظ عليه في اوبشنز بقى بره زي تشالوبا زي تياجوسيلفا ممكن تراهن عليهم ولكن الرهانات القصيرة دي في نهاية الموسم ممكن تعملها جولة او جولتين بس تبع عارف ان هو مش هيستمر معاك لفترة طويلة بعد كده عندك توتنهام وارسنال ومانشستر الهنويتد الثلاثي المتنافس على دوري ابطال اوروبا توتنهام اعتقد ان الخيار الاول هو دايما هيكون في رأي هاريكين طلع الحزب دي على جنب عندك كولوسوفيسكي وصن وحد من خط الدفاع دفاع توتنهام يستعب لجوان في اي وقت فلو انت جاب حد منهم انت معتمد على اسست من دوهيرتي او من رجليون مش مستني منهم كلينشي تكونونج صن وكلوسوفيسكي والمعضلة المستمرة انا واحد من عشاق صن جدا ودايما مشوف ان صن ده ل لعب مهمة جدا جدا ودايما ما بيكونش من فرص بس السنية دي باستثناء شوية بمالشات مش هو صن اللي انا عارفه وحتى لو هو صن اللي انا عارفه قوريديان عندي كافر بوجود هاريكين وثانيا معايا كولوسوفيسكي لاعب بيسمع فرص اقل من صن باربعة ونص مليون او خمسة مليون كمان تقريبا فيقدر ديك عدد نقط قريب من نقط صن وارج جدا في نهاية الموسم بعد الثامن جولات دول يكون صن جاب أعلى من كولوسوفيسكي ولكن مع فرق الاربعة ونص خم مليون ده تستثمينه في حتة تانية يقدر ديك محترم للعيبة كويسة وبينفس منطق الفلوس القليلة لعبة ارسل بنويت لعب سعره اربعة وستة من عشرة مليون وصل الكلينشيتر اقام تلاتاشر في الموسم وجاب موقت ممتازة وبيقدر ياخد بونس كويس جدا فبينويت في رأيي هو لعب مهم جدا في التام جولة اللي فضلين دول ارسل ملعب ماتش واحد كل اسبوع تفاع وتحسب بشكل مقبول عنده ماتشاك كويسة فبالنسبة لي بنويت هو واحد من اللعب المهمة جدا اضاف الى بوكايو ساكا المارتينيلي بيظهر ويختفي اوديجارد بيظهر ويختفي لكزيت سنيد وسعره اعلى منهم فساكا بنرأي هو المميز لخط وسط وهجوم ارسل فمانشستر الوناتد الاجواء غير مستقرة وان كان خلاص والفريق خرج من دور الابطال ومبقاش فاضل حاجة في الموسم جر تامن تسعة ماتشات برون ورونالدو لسه سعادين كاس عالم مع البرتغال فالمفروض ان يعني ها نشوف منهم حاجة في الفاضل في الفانتزي برهان هيفضل رهان كويس جدا ا انا في رأيه لو انا في ضابل جيم ويك وهلعب في ريهات هتبصوا لعيبة ماتشستر الانات العادي جدا في الجولة تلاتة وتلاتين كمان بالزات تقدر تراهن على حد فيهم بس خلي بالك ان في الوقت ده هيكون فلوس اللي انت بتجمعها من لعبة زي ارنود زي روبرتسون كابسلو جيمس اتكلم في صلاح في كين في سون اللي عندك من لعبة دي كلها هتاخد منه حاجة للعيب مش مضمون في دي حاجة خليني مقلق شوية وارد جدا من الداونجريد ونشوف سانشو مثلا او لو حد ضمن مكانه زي الانجة بس خليهم تحت يعنيك من الاخر لما تشوف حد فيهم بتقلق وممكن تخطفوا ممكن تخطفوا حتى في جولة ضابل سريعة كحاجة برا السندوق طيب عام دياء انت ما كلمتش عن ليستر سيتي ليستر سيتي دي اكتر فرقة عندها ماتشار ده عندها حداشر ماتش فاضلين ليستر هدفه الاكبر هو دور المقتمر وعلى مختنى بدا جدا فهتشوف روتيشن محترم في التشكيل فلولها بص على حد من ناحية الدفاع دي كلها هيبقاش مايكل حارس بيلعب كل ماتش في الموضوع متهي بالنسبة لي لاجيب بقى ده فلان 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 يلعب مكانه ولا مش عارف مين يعمل ايه الاح دماغي متقصري كلها دكا ويا ناتشو اللي اتنين بيبدلوا مع بعض ومع كمان احتمالية رجوع فردي قريب فالموضوع هيبقى مقلق ما بينهم هما الاتنين. انا بالنسبة لي يتثبت على هيرفي بارنز يتثبت على جيمس ماليسون وتكمل بيه من اخر الموسم. يلعب لك بقى من حداشر دول ستة سبعة تسعة انت وحظك واعتقد ان هم هيجيبوا شوية نقاط ك انا شخصيا مع هيرفي بارنز ومكمل مع هيرفي بارنز لحد نهاية الموسم. طيب مين دريم تيم الجولة واحد وثلاثين? في شوق اختيارات بقى اخوز عبالية وخلي بالك دايما انت راجع من التوقف الدولي ان يبقى فيه وبيبقى فيه حاجات مختلفة وفيه حاجات مش متوقعة والجولة دي عمومة مابتقاش جولة اتناط كبيرة فلو انت ما عندكش يعني حاجة للسالب مش كازم تعمل تقيد ببارنز. في حدثة المربع انا اخترت بوب. عنده ماتش دابل جيمويك ويقدر يعمل سيفز كتير ايمكن يخرج بوحدة فتكون انت المستفيد. في خط الدفاع الاول هو اندريو روبرتسن قصاد واتفورد. راجل ماتش كويس في فورما كويسة مرايح في التوقف الدولي. فيمكن يديك نقاط كويسة. الاختيار التاني هو جواو كانسلو من منشستر سيتي قصاد بيرنلي. والخيار التالت هو انتونيو روديجير من تشيلسي هوم قصاد برينفورد. تلات لعيبة من الدفاع بريميوم. التلاتة قادرين ان هما يجيبوا نقط كويسة لو ما شفتاش اي جنان في الروتيش. في نص الملعب الاول هو كاي هافرتس. اللي بيمر في فورما كويسة جدا مع تشيلسي. بلعب برينفورد هوم. والتاني هو من ليفربول قصاد واتفورد. رغض باللعب شوية. بوقت متأخر مع كولومبيا. ولكن حاس ان هو يبدأ مع ان واحد من صلاح او مانيه ممكن يريح. والاختيار التالت في نص الملعب هو لعب ملاحش التوقف الدولي. فريقه بينافس على الدوري. محتاج يكسب. محتاج يجيب نقط. لعب مهم وهو من منشستر سيتي قصاد بيرنلي. الاختيار الرابع في نص الملعب هو اختيار ريزك. وقد يكون ريزك الجولة. هو ليناردو تروسارد مع برايتون قصاد نورويتش. في ملعبه فريق متهالك تماما. وليناردو اعتقد ان هو يقدر يسجل فيه فريق زي ده. في الهجوم عندنا ثلاث اسماء. الاسم الاول هو هاري كين من توتن هام قصاد نيو كاسل هوم دفعت ان هو خلاص قرب يبقى الهداف التاريخي لانجلترا. ودفعت توتن هام واتفور ويمكن يقرب شوية من المنافسة علاقة بالهداف. فهاري كين هو الاختيار الاول في قط الهجوم. الاختيار الثاني هو هالند الغ بالتفيق الجولة دي برنلي بيلعب في الجولة. وهو في جورست. الاختراك التالت والاخير في خط الهجوم والصاعد لكاس العالم اخيرا. كريستيان رونالدو من مانشستر يونيتد هوم قدام دفاع ضعيف ويستقبل كتير من الكارة العرضية والكارة الرئاسية اما بعد السعود لكاس العالم يمكن يكون رونالدو واحد من اللاعبة اللي هتسجل للجولة اللي جاية. الكابتن مين بقى في الجولة اللي جاية دي? الجولة الجاية جولة صعبة. يعني هي جولة سنجل في رأيي مش جولة ضابل خالص لان بيرنل يو ايفرتون صعبة كابتن حد منهم. فانا نستمعينهم اصلا الاتنين. صلاح عنده ريسك روتيشن فهدي حاجة اكبر واكبر كمان وخليك من تابعها عالاخر الوقت يعني. فمين الكابتن الجولة اللي جاية? انا هحط هاري كين الخيار الاول. فورمة كويسة وفريق. نيو كاس الخاص ما بقاش حاجة اقوي من الموسم بعد ما ضمن البقاء. فيمكن يكون هالي كين يكمل فورميته الكويسة فهو الاختيار رقم واحد بالنسبة لي. الاختيار التاني هو كاهافر اسمية تشيلسي اصاب برينفورد في ملعبه. الاختيار الاخير واللي ممكن يكون بقيت شوية او مش في دماغ حد او محدش مشتري دلوقتي هو كيفين دي بروينا من منشستر سيتي اصاد بيرنري. كان راجل كان مراح في التوقف الدولي وعنده فرصة ان هو ينطلق في الجولة اللي جاية. وبس كده ده كان كل اللي عندنا في الجولة 31 محاولات للم اغلى من اللعيبة والفرق اللي عندها دوافع للفترة اللي جاية. نسوش تعمل لايك لو انت على فيسبوك او على تويتر وتعملنا سبسكرايب عشان نجيلك كل اللي جاية من اول باول. وانا هلطفق قريبا بازن الله في حطها في الجول يا ديون. سلام. اشتركوا في القناة